موسيقى تطور العمل البلدي في سلطنة عمان الذي نثر بذوره عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مع اشراقة عهد النهضة المتجددة بما سنه من تشريعات وتوجيهات سامية وبما اسبغه من اياد كريمة لتطوير القطاع البلدي في سلطنة عمان وترسيخ نهج لا مركزية وبشراكة مجتمعية فاعلة لتحقيق تنمية عمرانية سليمة متوازنة بدءا من شبكات طرق وخدمات صحية واسكانية مرورا بتطوير آليات للمراقبة والتفتيش والعمل على تنفيذ خدمات البنى الأساسية والمشاريع الخدمية والتنموية في مختلف محافظات سلطنة عمان وهي تحتفي بالذكرى الرابعة للنهضة المتجددة الولايات والمحافظات لتفخر بما تحقق على امتداد رقعتها الجغرافية من نقلة نوعية ونهضة تنموية تجسدت ملامحها جلية للعيان لتحكي للقاصي والداني واقعا حيا عن جهود تبذل ومشاريع تنفذ في جميع المحافظات على حد سوى موسيقى وبتنافس محمود تمضي مراحل تطوير المرافق الخدمية ومشاريع رصف الطرق الداخلية وما نتج عن ذلك من أسواق ومصانع ومحال تجارية ومعارض ومتنزهات طبيعية حولت تلك المحافظات إلى مسالك سهلة ومقاصد يسيرة تنتشر في ربوعها وجهات سياحية ومتنفسات طبيعية تستقبل الرواد من الداخل والخارج لنا يا عمال ندى راية سنحمي حماها وهذا قسم تلك النقلة النوعية ساهمت في تحقيقها جملة من الخطط المدروسة والتشريعات والإجراءات المعدة وفق برامج زمنية تضمن تفعيل الشراكة المجتمعية في التنمية عبر أحدث الوسائل وأيسر التقنيات التي مثلت حلقة وصل بين المجتمع العمالي والمجالس البلدية في المحافظات ما ساهم في تبني وتنفيذ المبادرات الإبداعية وتجسيدها إلى واقع ملموس وفعاليات فنية وثقافية وترفيهية ومعارض تعكس ما تتمتع به كل محافظة من خصوصية ومقومات ومخزون ثقافي مادي وفكري يستند على موروث عماني عريق تؤكد عليه تلك الشواهد التاريخية من مدن وقلاع وحصون وأبراج أدرج عدد منها على قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو إضافة إلى التخطيط العمراني للقرى والأسواق والأحياء السكنية وتقسيم الأراضي الزراعية وأنظمة ري متقدمة وحاضر مشرق قائم على توظيف وسائل التقنية والعلوم المتطورة والنظم المستحدثة يتطلع العماني فيه بكل عزم وثقة ماضيا بثبات نحو المستقبل اشتركوا في القناة